عايز اكلمك النعارب ان شاء الله عن فضيلة الالتزام انت عايز اكمل لكو انا سوداء وجميلة لكن ليس ما اكلمك عن الالتزام يعنيه الالتزام يعني الالتزام. الالتزام يعني الانسان يكون ملتزما بكل كل ما يقولها وبكل وعد وبكل عهد وبكل نظر وبكل نظام يصير عليه. في ناس متشككين سيبين لا يلتزموا بشيء. ليس لهم اي نظام يصيرون عليه. لا يلتزمون بالنظام يبعونه هم ولا بالنظام يوضع لهم. حياتهم سيبة مذكوكة. ليس فقط في الحياة الدينية. انما ايضا حتى في الحياة العامة. النشي في السكة لا يلتزم بقواعد المروض. ينشي وقت التمبيلات وقت العجلات ويخطف اي حتة. يكونوا عاملين الرطيف لمشي المشاه والطريق لمشي العربيات. هو ما يحبش ينشي على الرطيف ابدا ويمشي على الطريق. اي وطاقة يرنيها في السكة اي كلمة يقولها اي صوت عالي. انسان مش مقيد باي نظام. مش مقيد باي نظام. ما يلتزم بشيء. احنا عايزين نتعود حياة الالتزام. ان احنا نشعر باننا مرضمين على تنفيذ امور معينة. نشعر اننا مرضمون بدافع قلبي داخلي. اننا ننفذ اشياء معينة. ادربكم مثل عجيب جدا في الالتزام ده. ابراهيم اب الاباء. ابراهيم اب الاباء. عاش في حياة الطاعة. ووضع في نفسه الالتزام بكل مبادئ الطاعة. وضعت نفسه الالتزام بايه بكل مبادئ الطاعة. لدرجة ان اربنا قاله اذبح ابنك. فقال حاضر. انا منتزم بمبدأ الطاعة عن نفسه. نسمع حسن. مهما حسن. وفعلا اخذ ابنه لكي يزبحه. يفتاح الجلعادي. اخذ وعد وكلمة. ان لو ربنا نصر اول من يقابله يقدم جريحة. فكان اول من يقابله ابنته الوحيدة. نكتب الامر. هو ملتزم. في مسألة ادى فيها كلمة لازم يمشي الكلمة. يشعر بنوع من الالتزام. في واحد تاني لم يلتزم فبيع نفسه. شمسون الجبار كان عندي نذر انه ما يقفف شعره. فقطاب اغراء دليلة والحاحها ومحبتها وتدللها عليه. لم يلتزم بالنظر الذي كان له وقف شعره فبيع نفسه. الانسان الذي يحيا في حياة الالتزام يشعر بالجدية في الحياة. بالجدية. حياة فيها عنصر الجدية. وعنصر الشعور بالمسئولية. في وعد لازم ينفذه. في عهد لازم ينفذه. في النظام لازم ينفذه. هو ملزوم انه ينفذ العهد والوعد والنظام. في نوع من الالتزام واقع عليه. في عهود احنا بنديها كتير بيننا وبين ربنا ولا نلتزم بشيء منها. ولا نلتزم بشيء منها. لاننا تعودنا. ان احنا نعيش بعيدا عن الالتزام. يحبث الانسان في حياته بعض مشاكل. او بعض ضيقات. تضغط عليه ضغطا شديدا. ويشعر بالتعب المر. فيتعفض امام الله. يا رب لو نجدت النبي قضية. انا هعمل واعمل واعمل. يا رب لو انخذتني انا اعمل واعمل. وينقذه الله. وينجيه. ولا يلتزم بشيء. كما لو كان كلامه في الهواء. وعهوده هراء. ما يهموش. لا يلتزم بشيء. في المعمودية جحبنا السيطان وكل افعاله وكل حيله وكل سروره. ولم نلتزم بجحب السيطان. في التناول. نقول يا رب بموتك نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك الاستموت نعفارس نسبحك مباركة. ولا نلتزم بشيء من هذا الكلام. ولا نلتزم. بل ان احنا في صلواتنا نقول بعض العبارات. ولا نلتزم بها ايضا. نقول اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا. ولا نلتزم بهذا الكلام. اهو كلام في الهواء. انا هو كلامه. في النزور التي ننزرها امام الله. ينزر ان واحد فينا بيلتزم بكل نزر. واحيانا ننسى هذه النزور نتيانا. بينما نزور عهد بيننا وبين الله. ولكننا لم نلتزم به. وبعد ما الانسان ينزر يبتدي يتفاهم. مهدرتش اعمل ايه? ممكن اغير. ممكن اعطر. ممكن بلاش. ممكن اعطى من الندر. واحيانا الانسان ينزر حياته كلها. ولا يريد ان يلتزم بهذا الندر. وفي عيب رأس السنة في كل سنة. بنعمل حفلة هنا. ونسلي صلاة. ونبتدي سنة جديدة. والواحد في السنة الجديدة يبعى امام الله وهودا ووعودا ولا يلتزم بشيء. ما فيش عنص بالالتجام في حياتنا. ما بنشعرش بالجدية. ما بنشعرش بالمسئولية. ما بنشعرش بخطورة الاتفاقات مع الله. وخطورة الالفاظ التي نلفزها امام جلاله الاقدس. كلام ولا نلتزم به. عيب الانسان يضع امام العشور والبكور ولا يلتزم لا بالعشور ولا يلتزم لا بالبكور. ويبتدي تفاوض مع الله. وتفاوض. ممكن الشيء الفلان ينخصمه من العشور. وممكن الشيء الفلان ينخصمه. ده واحد مرة قال لي قال لي ممكن البقشيشات اللي ان يديها الواحد مش عارب بقشيش يديها الواحد فراش في المطلحة ولا في قهوة ولا بغيره نحسبه من العشور. عشور. با انت عادي بتعمل كده عطاب الراجل انك جيبك مليان وتفتخر وتدي وتعمل وتخصمهم العشور. ومين قال لي ان ده راجل فقير. فيه افقر منه. لا يريد ان يلفزم بشيء. السبوت يوم الرب. ده يوم الرب ده عهد بيننا وبين الله. من فينا بيلتزم التزاما كاملا بيوم رب. حياة سيبة. مش ملمومة. مش ممسوكة. مش ملتزمة. حياة ليست على مستوى المسئولية. الانسان الذي عنده فضيلة الانتزام هو انسان محترم من الكل. يقول لك فلان ده كلمته كلمته احسن من مئة اتفاق مكتوب وموثق في الشعر العقاري. كلمته زي السيء. مش ممكن يرجع فيها. بلاش حتى يقول لك ايوة. لو قلت له موافع على الموضوع الفلان يهزمك رأسه كده علامة ايجاب يبقى ملتزم بهزة الرأس. لا يرجع فيها ابدا. لا مضى ولا فيه شهود ولا حاجة رسمية لكن ملتزم. ملتزم لانواف. حياة الانتزام فيها نوع من الرجولة. واحترام الكلمة. واحترام الاتفاق. واحترام العهود والوعود. واحترام النظام يلتزم. انت تلتزم بامرين. باشياء تفردها على ذاتك وتتعهد بها. وباشياء تفرد عليك من جهة النظام العام او من جهة الوطايا الالهية. ولا بد ان تكون منتزم للامرين. التجاريب الروحية التي طبعها لنقصة. مفروض ان كنت تكون ملتزم بيها. في انسان بيحيي حياة الروحية بلا اي نظام. غير ملتزم بشيء. لا يلتزم بالنظام في السلوات. ولا بالنظام في القراءة. في التأمل. ولا في الاعتراف. ولا في التناول. ولا في المطنيات. يجرب مطنيات مرة مية ومرة خمسين ومرة سبعين ومرة ثلاثين ومرة مفيش ومرة مية وعشرين. مفيش. مش ملتزم بشيء. الانسان الذي لا يلتزم هو انسان يسلك حتى هواه. يسلك حتى هواه. بلا حدود بلا قيود بلا شروط. بلا نظام. لا يلتزم بشيء. وجايز ابن اعترافي في انظمة. ولا يلتزم بها. ويستفق على اتفاقات روحية ولا يلتزم بها. حتى في الخدمة. لا يلتزم بمنهك معين في الخدمة. ولا يلتزم بتحضير الكراسات. ولا بتحضير الدروس. ولا بالاستقاد. ولا يلتزم بحضور اجتماع الخدام. ولا حضور باقي الاستماعات. ولا بالنظام الموضوع. اهي ماشي على كده. عدم الالتزام فيه نوع من اللامبالاة. فيه نوع من اللامبالاة. ونوع من التحلل من كل قيم. والتحلل من كل نظام. واحد يقول اشتغل في شغلانة يقول انا عايز اشتغل في شغلانة ابقى غير ملتزم فيها باي معات من الموعيد. اروح على كيفي. او تلتمانية او تلتسعة او تلعشرة. مش ملتزة. ازاي? مش عايز التزم بشيء. طرق انسان يسلك حتى في المعاملات. قد يفقد الانسان عنصر الالتزام في معاملاته مع نفسه ومعاملاته مع الناس ومعاملاته مع الله. يقول كلامه يرجع فيه. ويقول كلامه يتخلص منه. ويقول كلامه يقول لا لا ده انت افهمتني غلط. مش عايز التزم بحاجة اجدد. حتى الكلمة اللي بيقولها مش عايز التزم بحاجة. حياة الالتزام تحتاج من الانسان ان يضغف على نفسه وان ينفسه حتى لو سأبه. يحترم كلمته. يحترم عوده. يحترم النظامه. وحياة الالتزام تحتاج من الانسان الصمود. الصمود والثبات امام كل الطوارئ. يعني ايه? يعني الشخص اللي اني مش عايز يلتزم في حياته. يلاقي اي عزر يتشعلق فيه. يقول غزب عني. فيه اعجاز. اي عائق او طارئ يتشعلق فيه. يقول فيه عوائق فيه طوارئ. يتوضع امامه مثلا نظام للقيام. يقول لا ده انا بصوم كمان. وبعدين بس النهار ده. واول مبارح مقدرت شاطوم عشان قمت تعباني. مصحيتم ده الاخر. واول اول مقدرت شاطوم عشان كان عندنا دروس وعندنا امتحانات ولدنا كن بغزي وقوي وفكري مضبوط. الله. كل يوم عزر. وكل يوم تبريرة. وكل يوم حجة من حجة. وما فيش التزام ابدا. لا يلتزم بشيء. يقول لك غزب عني اسلف لان احرجني. وغزب عني اسلف لان ارغمني. وغزب عني غزب عني دي هتنتجي انت دي. ومتى يقول هذا الانسان ملتزما بشيء. انت ينفذ النظام وانت ينفذ النصيحة وانت ينفذ التعقد وانت ينفذ بالتجريب لا يلتزم بشيء. مع الشخص الملتزم تشعر انك تائر في طريق مضمون يجد نتيجة. مع غير الملتزم ايه لي عمم الشلال? او يقوله ما مجشي حاجة. الانسان الذي يعيش في حياة الالتزام يعيش في خط منتزم وفي خطوة تقود الى خطوة. وهو انسان يحترم نفسه ويحترم كلمته ويحترم نظامه ويحترم عبوده ويحترم اتفاقاته ويحترم معاملاته وهو في نظر الناس محترم من الكل. تعاق الانسان يقتد الانتزام من اجل الحرية التي يعيش فيها. لان تالك في حرية فما بيحترمش الحرية اللي فيها. ولذلك يشعر الناس انه لا يحترم الفرية فيرغمونه على النظام ارغانا. يرغم. ويتحول من الالتزام الى الانزام. يعني يلغم الزاما غزب عنه. زي واحد ناشي بعربية لا يلتزم ان يمشي على يمين يمشي في الطريق في الطريق سيدي له كم مخالفة يلغموه غزب عنه ان يمشي طاقة. عاو تلويه لا يلتزم بعمل الواجبات المدرس يدي له يقدبه تأديب تمام يرجع يلتزم غزب عنه يعمل واجب. بس جاية من نفسه ويجي غزب عنه. الشخص الذي يلتزم بالعمل الخير لا يحتاج ان يلزمه الاخرون. هو من ذاته منتزم. يقول انا لازم اعمل الحكاية بيه. دواجب علي لازم اعمله. حتى لو لم يكن ملزما من الخارج هو ملزم من الباخر. الانسان غير الملزم يعوذ الناس الى ان يفردوا عليه جو من الرقابة ومن الفتيس يراقبه اعماله يفتيس عليه يشوفوه ماشي صح والغلب. الى جو من العقوبة الى جو من الارغام. لان الناس لا يشعرون بانه يحترم النظام الموجود او التعاقدات التي خرجت من ثمه. نحن نوت ان نحياة في حياتنا الروحية حياة الالتجام. لكي نسلك في معاملاتنا مع الله سلوك اشخاص يحترمون العهد الذي بينهم وبين الله. ويحترمون العلاقة التي بينهم وبين الله. ربنا عمل معنا عهد. وهو بيوطي جانبه ونحن لا نوطي. الله بيلتزم بجانبه ونحن لا نلتزم. الشخص الذي لا ينتزم في حياته نتيجته الضياع. الضياع والتأخذ. لو بتلتزم في كل تداريبك الروحية. وفي كل نظامك الروحي. تتقدم خطوة ورق خطوة. لكن سخط لا يلتزم بسيء. بيوطيه. وتمر عليه الايام ولا يعمل سيئا. ولا يوجد انتاج في حياته. ولا ثمر. ولا تقدم. ويرتبك. ويشعر انه لم يثمر. الثمر اللازم. عدم الانتزام هو المشكلة. التي وقع فيها ادم منذ بدء الخليقة. اعطاه الله وصير فلم يلتزم بسه. وعمل معه عهدا فلم يلتزم به. فكانت البتيجة انه ضاع. وضيعنا معه. ما فيش نوع من الانتزام. لما يكون عندك اشخاص وتعطيهم نظاما. وتشعر انهم سيلتزمون به. انت تنام مستريح ومطمئن. انت تنام مستريح ومطمئن. شاعر بان كل شيء هيمشي مظبوط. لكن تقود على نظامه. تقعد في فتش وتجري وتشوف يا فرع. ما لوك ما عملوك في حد نفسه. ما نفسه تلتزم به ما انتزمش. نوع من الضياعة. عيضا الالتزام فيه لون من التعاون بين الناس بعضهم وبعض. لما كل شخص يلتزل بالدور بتاعه. اللي لازم يقوم به. انت تلاقي كل حاجة مشي مظبوط. في الطبيعة نرى كل جزء في الطبيعة بيلتزم بدوره. مفيش حد بيتكافل او بيتراجع او بيتسعد كل واحد بيلتزم بدوره. جسم الانسان كل عضو في هذا الجسم بيلتزم بواجبه. الفن يعقل تلاقي المعدة بتادي تستغل معلكلوس لا انا مش فاضي النهاردة ما يزدخني دي. مش ممكن. الكبد يفرض افرازاته المرارة تفرض افرازاته العمليات كلها افتفض بتستغل قدام بيجيله كل عضو بالاعباء نفيش عضو يقولوا انا مالي انت مالك انا مش فاضي مش ممكن كل عضو يلتزم بواجبه كل عضو بيلتزم بواجبه ويقوم بواجبه على اكمل وقت بكل امكانياته عنصر التجام عجيب موجود عند جميع اعضائه لانوى الطبيعة خلقها الله وخلق فيها عنصر الالتجام والقيام بالواجب بدقوني حتى الجمادات لتلتجم بواجبه حتى ربو متر كده وخط في ثم واحد بلاقي الزيبق قاعد يسلع على طول يتحرك لغاية لبيجيك الرقم المزبوط لا يمكن ان هو ما يقومس بواجبه كل حاجة بتقوم بواجبه ليس فقط فقط المطلوب منه ان نلتجم باعمالنا انما المطلوب في هذه الاعمال ايضا ان نلتجم بها بنوعية بنوعية منفاجة وفي موعد دقيق سليم دا نوع الالتجام اقوم بالعمل وقوم بالسمعادة وقوم بالسمعادة وقوم بالسمعادة فاذا كنت لا قوم بالعمل ولا احترم نوعية ولا احترم جودة او نوعية وبكيت اعيش مع الناس الالتجام عدو التراخي عدو التراخي عدو الاثنان عدو الكتل عدو اللا مبالاة عدو التحلل والتسيد عدو الاثنان عدو الاثنان لان كل الاسواق دي ما بتخليس الواحد ينفاجم واحد عندو خدمة اه ما ليس نفس النهاردة يا كرى اروح يا كرى بارخشي تبالاش طب اروح تبال انت ليش يكاديب عندي خدمة ترسل الجاي في اشياء كثيرة ليثبت عدم الالتجام حرجا شديدا جدا للمسؤولين حرجا شديدا جدا للمسؤولين يتطوروا واحد عمل حفظ يمخلي دا يمكي الموضوع دا يمكي الموضوع دا يمكي بواجبه وام كل حاجة هكتلع مظموطة لو صحت ما انت لمشي يبيع المجموعة كذلك في حياتك الروحية الخاصة مش بس في المعاملات مع الناس لو وضعت لنفسك لنفسك نظاما تلكزم به في المعاجل خلانة لازم اصحى سيكون ملتزم بهذا لابد ان انا عطل قبل ما ابقر وقبل ما اخره في البيت سيكون ملتزم بهذا لابد ان انا اضرب مكانيات لما اصحى من نوم لابد ان انا اقرأ الكتاب كل يوم كذا تضحى او كذا اضحى ملتزم بيجي شيء معين لما تيجي تحاسب نفسك وانت ملتزم تلاقي كل شيء ماشي مزبوط جني بتاعي الانسان الذي لا يلتزم هو كثير الاعذار وكثير التبريرات ومن بحث عن عزر وجده كثير الحجج كثير الاسباب واحيانا ينتقد مسألة الالتزام يقولك الالتزام ايه هو بتاع ايه خلينا كده على حرقيتني فكرة على حرقيتك نحن لا نعيش تحت الناموس بل تحت النعمة ويظن ان الالتزام نوع من الناموس هقولك ايه خليت النعمة والناموس في موضوع الالتزام لان لا تخطعوا الشخص الذي تحت النعمة هو الذي يرتفع فوق مستوى الناموس ويرتفع فوق مستوى الوطية لكن ما يقلش عنها ويقول انا لست تحت ناموس لان مستوى النعمة اعلى من مستوى الناموس يعني ايه الكلام ده يعني انت قولي ابصع العشور يقول لك ما تبعش العشور انا لست تحت الناموس عارفين مين اللي ليس تحت الناموس اللي في النعمة بيعطي كل ما يملك بينفذ وصية من سألك فاعطيه ومن طلب منك فلا ترده وبينفذ وصية اذهب بقل ما لك وعطيه للفقراء يعايش في حياة البذل الكامل والعقاء الكامل على شون كده هو ليس تحت ناموس ايه حقيت العشور دي تطلع دي تبناها من زمان وارتفعنا خوف التواهق ودخلنا في الخب الذي يعطي بلا حكاة عشان كده مستحت ناموس لانه ارتفع خوف التواهق واحد مثلا تقول له قلت تبع خلوات ويقولك انا مستحت ناموس عارفين من يقول مش تحت ناموس قل لي عاش في الطلاح الدائمة اللي عاش في الطلاح الدائمة دخل في وطية تلوا بلا انقطاع تلوا كل حين ولا تملوا ليه تللين وانهار وهو ناس وهو رايح وهو قاعد وهو نايم وهو موجود وفي الناس وهو الوحد حياته كلها سلام فتقل لي سبع سلوات تتتع فوق السبعة وفوق السبعين فدخل في حياة النعمة لكن اللي ما وصلش ملزون بالسبعة واللي ما وصلش للحب البازل ملزون بالعصور الشخص اللي اعطى حياته كلها ربنا وكرس حياته تقول له عليك وقية السبوت ويوم الرب تقدسه ويقول لك يوم الرب ايه اللي اقدسه جب ده حياتي كلها مقدسها ربنا يبتعت يوم ده الاجبوع كله ده اعطى ربنا ده ارتفع فوق مستوى الناموس وقدسه ليس تحت ناموس دخل في النعمة فالناموس هو الحد الادنى للالتزام الذين دخلوا في حياة النعمة ارتفعوا فوق مستوى الحد الادنى ودخلوا خوق مستوى الوقية واطمح يعمل ما لا يطالب به لعنى المتحد يقول ايه ان عملتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عديد قطالون كل ما امرتم به في حديد الالتزام انا اذا كنت بتعمل اديد مما يطلب منك ايه انت دخلت في النعمة انت مختاج ان تضع قيودا لناسك لكي لا تسلس ونظاما لنفسك لا تقل عنه فانت على الاقل ملتزم بالحد الادنى ان ارتفعت فوق مستوى ارتفعت فوق مستوى الوقت لكن على الاقل الحد الادنى انت ملزم به الانسان غير الملتزم انتان يعيش بلا مبادئ في الحياة في انسان له مبادئ يلتزم بها نه ما حصل ولا يكتب على رئابته هو ملتزم بهذه المبادئ لا يمكن يتحرك منه زي انتان واضع لنفسه مبادئ التق ان لا يمكن نقول كلمة كده ولان ده محروف مش يقدر لو ده محروف مش يقدر هو ملتزم منين ما اتكلم ويقول لك الحقيقة المعديرش يقول للحقيقة وكان الصعبة عليه يقمر يسقط لكن ما يقولش كلمة لا يقبل ابدا انك مستحيل مستحيل هو ملتزم في داخله قبل كد بتاهله ومحده سياخد باله ومحده سيكشفته ومحده ولا يقول لك مستممكن مع برسا جبت لو ده محروف ده في مبدأ من مبادئه لو انسان واضع من مبادئه زي ما حاكت الفتك مبدأ من مبادئه ان هو اول واحد يكلمه كل يوم لازم يكون ربنا ملتزم بدي لا يكلم انسانا قبل الله في كل يوم ملتزم بهذا الامر بيمر عليه في ميت مهم مبادئ في الحياة يعيشون وراء هذه المبادئ يلتزمون بها لو ادى الامر ان يضحوا حياتهم من اجلها يضحون وهم ملتزمون بهذا لا ينحل لا يتسيب لا يعتذر لا يبرر مسلكه مش ممكن انا ملتزم بهذا الخبر زي الانسان اللي يلتزم بالكلمة اللي يقولها انا قلت كلمة مقدرش ارجع فيها جات عوائق جات معانا مش ممكن الكلمة مقدرش ملتزم التجام عيشوا في حياة الانتزام لكي تستطيعوا ان تسلكوا بنظام وبترتيب في حياتكم الروحية وللهنا المجد الدائم يا جدد شكرا 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 شكرا